تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعى رسالة شكر جوابية من صاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة تخريج الدفع الخمسة عشرة من مرشحية ضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعى ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب الجلالة أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي شكري واعتزازي مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان على ما تضمنته رسالة جلالتكم حفظكم الله من الإعجاب والاعتزاز بحسن تنظيم حفل تخريج الدفعة الخمسة عشرة من مرشحية ضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية سيدي حضرة صاحب الجلالة بفضل جهود جلالتكم الخير بلغت قوتنا الأبية مجدها وعزها وأسارت في عهدكم الزاهر بخطة حثيثة وثابتة نحو مدارج الرقي العسكري والازدهار التعليمي وتحقق لها من المنجزات القتالية والإدارية مما جعلها في مصاف الجيوش المتقدمة داعيا الله العلي القدير أن يلبس جلالتكم نعمة الصحة والعافية ويحفظكم دخرا لنا ولمملكتنا الغالية ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة إدفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة